موسيقى في 1922 في كندا بالضبط دكتور فخادي غيك بونتينج كان يصابه واحد دواب وكان لديه ايمان كبير ان هذا الدواب سيعاون البشرية بدأ يجرب هذا الدواب على الكلاب يجمع الكلاب من الشارع ويجرب عليهم هذا الدواب ولم يكن لديه نتيجة حتى وصل الكلب رقم 410 فكلب رقم 410 تحسنت حاله وقرر مباشرة انه يجربها على البشر ليس يجربها على واحد طفل عنده 14 سنة كان في حالة غيبوبة وكان مهدد بالموت من الذي تقليه هذا الدواب تحسنت حاله بوحد نسبة كبيرة وفق من الغيبوبة قرر انه يجرب هذا الدواب على أطفال هذه الأطفال كانوا في مستشفى في قسم الأطفال كانوا في حالة غيبوبة لأهل ديالهم هدى هم كيتسنهم غير يموتوا لم يكن لديهم أمل ولا علاج لهذا الدواب ومشل هذه الغرفة وبدأك يدق هذه الدواب واحد بواحد والمفاجأة كانت أنه من الذي يدرب الآخر طفل في هذه الغرفة فاق أول طفل من الغيبوبة وبدأك يفقوا تدريجيا واحد مور واحد كان هذا الدكتور وهو مخترع ومكتشف دواء لانسولين دواء لعاون البشرية وأنقذ الناس الذين يعانون من داء السكري وطفل الذي كان عنده 14 سنة وكان مهدد في الموت عاشح حتى الـ 70 سنة من بعد ما أعطاه دكتور فريديريك هذا الدواء قبل 1922 الناس الذين كانوا يتبعوا بداء السكري كان لديهم الحل الوحيد هو أنهم يتبعوا لحمية قاسية يعني لم يتعدوا 500 سعرات حرارية في اليوم في حين أن الإنسان يحتاج حتى الـ 2000 سعرات حرارية يأتيهم أمراض سوء التغذية ويضعفوا بثاف فلا كان لديهم حل وكانوا يموتوا بضغية فالدكتور فريديريك هو الذي كان عنده فالفضل على هذا الناس كاملين هو الذي يعاون هذا الناس كاملين لكي يعيشوا بشكل طبيعي الفيديو اليوم سنتعرفوا فيه على داء السكري وعلى العلاقة داء السكري بالحجامة داء السكري جوج الأنواع هذا النوع الأول غالبا يصيب الأطفال والناس الذين يكونوا في مقتبل عمر لا يكونوا على أعراض إلا أنهم يأتيهم نوبات متكررة من السكار ويهبطوا بشكل متكرر هذا الناس يكون لديهم المناعة لهم تتحارب لنا الخلايا البونكريا التي تنتج لنا لنسولين يحتاجون أنهم يدكون لنسولين مدى الحياة النوع الثاني من داء السكري يصير الناس البالغين ويحتى الأطفال التي لديهم السمنة مفرطة نوبات الارتفاع أو الخفاظ السكري تكون بشكل نادر لا يأتي بشكل كثير تكون قليلا لهم هذا الحالة هذا النوع إذا كانت تشخيص مبكرا نستطيع أن نعرف الحالة بكري نستطيع أن نسيطر عليه في الرياضة والريجيم ثاني لا تكون في المناعة تتضمر الخلايا البونكريا التي تنتج لنسولين ولكن تكون فيه البونكريا غير قادرة على إفراز الكيمية الكافية من الانسولين أو تكون الخلايا لا تستجب الهرمون الانسولين بشكل كافي فكتمتص كمية قليلة من السكر طعامنا تكون من ثلاثة المواد المغذية أساسية وهي النشويات البروتينات والضميات إلا عمليات هذا تقوم معددنا تحليل هذه النشويات وتحولها من غليكوز فكتمتص سنحن خلايا لأن تتضمن خلايا يتجب أن نتج لنا الانسولين لتدخل لنا هذه التغليكوز لخلايا كما تدخل الانسولين ينقص تركيز التغليكوز فالمصابين بالنوع الأول من داع السكر لا تستطيع التغليكوز داعث القليكوز يدخل لخلايا الس sem ترتفع تركيزه و يتراكم في الدم و يؤدي إلى مضاعفات و أمراض خطرية بدون لنسولين لا يقضي لغليكوز لكل الخلايا بالنسبة للمصابين من النوع الثاني يتم تجلينا كمية من لنسولين أقل من الكمية التي يحتاجها الجسم لتحليل لغليكوز الجسم لا يستجب لنسولين دور الحجامة أنها تحدد لنا من المضاعفات هذا المرض خصوصا النوع الأول الحجامة تساعد على الحد من المضاعفات داء السكري المضاعفات التي تصل إلى تلال في شبكة العين مشاكل في القدم، مشاكل في الكري، في الجلد مشاكل في السمع أمراض قلبية، أمراض عصبية، ألزهايمر يعني هذه المضاعفات التي تدر لنا مرض السكري الحجامة تساعد للحد منه لأنها تنشط لنا الدورة الدموية تحييض لنا السموم والخلايا المتراكمة في الدم وتسهل تدفق الدم داخل العروق والشري بالنسبة للنوع الثاني الحجامة تحفز لنا البونكرياس على إنتاج الكيمية اللازمة من اللنسولين الحجامة تنشط لنا الدورة الدموية وتحفز لنا البونكرياس وبالتالي تزيد النشاط البونكرياس وتحفزها لكيمية مهمة وكيمية لازمة من اللنسولين من بين الأعراض الخطيرة والشائعة التي تصبح مرض السكري هي القدم السكري لذي يأتي نتيجة تلف الأعصاب وصعوبة في تدفق الدم إلى القدمين هذه المشاكل تصل إلى تلتقى الروحات وجروف مفتوحة هذه المشاكل لديها علاج بالهجامة إذا امشيتوا عند مختصين الذين يقدروا يعالجوا هذه الحالة خصوصاً لأنها كانت في مرحلة مبكرة هناك طرق جديدة تساعد على علاج هذه التقرحات دائماً نسحكم لكي تمشيوا عند المختصين لكي لا يوقع مضاعفات ويستعملوا التقنيات الجديدة والحديثة لعلاج هذه المشاكل الحجامة تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتقلل لنا من استهداف الأجزاء المضادة لخلايا البونكرياسية ثم مباشرة تزيدنا من إفراز نانسولين أيضاً تزيدنا من إفراز أكسيدينتريك الذي يحسن لنا من حالة أنسجة الجسم وتزيد الاستجابة لها لانسولين الحجامة تنشط لنا الدورة الدموية وتساعد على إخراج خلايا الدم الهارمة والرواسب شيء الذي يساعد في تخفيض مسبة الكوليستيرول والدهون المصاحبة لمرض السكري الحجامة تساعد في التخفيف من أثر الشوارد الحرة على خلايا البونكرياسية والأعصاب الدموية والأعصاب الطرفية حيث أن المرض السكري لا يعتمد على لانسولين فالحجامة تساعد على تنشط البونكرياس وتزيد من إفراز لانسولين الذي يحسر الجسم عملية تشريط السطحية لشعيرات الدموية خلال الحجامة تساعد على زيادة التمثيل الغذائي بالكبيد وتقلل نسبة السكر والشفط الصحيح يساعد على إراحة العضلات وإخراج الأحماض وتساعد لانسولين بالارتباط بالمستقبلات وتنقص لنا نسبة السكر في الدم عمل الحجامة يساعد على تحسين عمل الغذائي وتنشيط واستثارة الجهاز العصبي سيمباثاوي والباراسيمباثاوي السيستام نيرو سيمباتيك والباراسيمباتيك وبالتالي تحسين لنا السيالة العصبية وتنشط لنا الأعضاء الداخلية منها البونكرياس الشيء الذي كان عكس إيجابا على نسبة السكر في الدم نتحكم دائما كي تمشيوا عند المختصين في الحجامة كي يستطيعون يدبط لكم عدد الشرطات لعنق الشرطة والطول لها ويلتزموا دائما بالتعقيم المتكرر خصوصا لمرضى داء السكري نتمنى أنكم تكونوا سفتوا من هذا الفيديو ومع متمنية لكم دائما بالصحة والشفاء